البعثة الأممية تواصل توجيه الدعوات لمن اختارتهم لحضور الملتقى الوطني الليبي بشكل شخصي وتنتظر تلقي ردودهم في موعد أقصاه الخامس من شهر إبريل الجاري الموظفة لدى البعثة ليلى بكريم قالت في تصريح للأحرار إنهم لم يستكملوا إرسال الدعوات لكل المدعوين وتلقي ردودهم بالموافقة أو الرفض غير أنها رفضت إعطاء معلومات إضافية عن عدد من قبلوا الدعوات ومن رفضوا أو تحفظوا البعثة الأممية أكدت صحة الورقة التي تحصلت عليها الأحرار بشأن الأمور التنظيمية والترتيبات اللوجستية مشيرة إلى أنها ترسلها مرفقة بكل الدعوات الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الذي سينعقد منتصف شهر الجاري وتتضمن الجدول الزمني وبقية الأمور المتعلقة بالنقل والإقامة والخدمات اللوجستية دعوات البعثة تتزامن مع تأكيد أشخاص وصول دعوات لهم بالحضور للملتقى دون أن توجه البعثة حتى الآن دعوات لمجلسي النواب والدولة كأجسام سياسية إلا أن بعض أعضاء مجلس النواب فوضوا رئيس المجلس عقيلة صالح بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس في الملتقى إذا دعتهم البعثة للحضور ظهور تفاصيل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي تقوم بها البعثة تأتي في ظل تخوفات من بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة الذين قالوا إن جهود سلامة تأتي لإفشال حوارات المجلسين في وقت قال فيه عضو مجلس النواب زيادة غيم إن البعثة الأممية تسعى للخروج من الملتقى بحكومة جديدة تقود البلاد مدة عام ونصف أو عامين وهو ما يتفق مع ما أعلنه قائد عملية الكرامة خليفة حفتر عن تشكيل حكومة في غضون شهر استمرار البعثة في جهودها لإنجاز الملتقى الوطني يأتي مدفوعا بدعم دولي وأقليمي في مقابل خلاف الأطراف المحلية فهل ستسهم هذه المستجدات في تطمين المتخوفين وتشجيع المترددين أم أن استمرار تكتم البعثة على جدول أعمال الملتقى قد يكون ذريعة البعض للتشكيك في أجندة الملتقى ومخرجاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر